اشتركوا في القناة 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 من ناحية نفسية يقدر المشاكل في الحياة اليومية يخلوه يمرض يخلوه يتقلق يخلوه يروح تاني حالة واحدة اخرى تقدر تروح فيها عند مسيكياتك إذا كنت مدمن مثلا مدمن على الدخان مدمن على الزطلة مدمن على أي نوع من أنواع الكاشيات كيتين مش عارف يعيطوا لها الروشت يعيطوا لها ريفوتريل كان بزاف أنواع الساروخ ليريكا تاني الإدمان تاعها إدمان تاع أي نوع من أنواع المخدرات إذا كنت تتخلص من هذا الإدمان تاني تقدر تروح عند مسيكياتك كانت أدوية سبيسية اللي يمدوهم باش يعاونوا الشخص باش يتجاوز الإدمان اللي راه يعاني منه فورا الواحد ملاقش يحشن بشيره عند مسيكياتك الفوميو يعالج الحالة النفسية اللي راه فيه ثاني ملاقش يحشن بشيره عند مسيكولوج يعني عادي هذه حاجة عادية أي واحد في العالم يقدر يمرض وتاني حاجة واحد أخرى البسيكياتك ميروح لاش غير واحد مهبول صديق احنا عنا شغل في المجتمع يقول لك غير المهابيل هو عن بسيكياتك هذه حاجة خاطئة هذه كذبة اجتماعية البسيكياتك ميداويش غير الجنون يداوي أي نوع من أنواع الأمراض النفسية كما قلتكم القلق الاكتئاب الوسواس القهري كان بزاف بزاف أنواع الأمراض النفسية اللي يليق لهم معالجة من قش تخليهم هكا في روحك اللي تتعرف عليهم دجا كي تعرف روحك بالله كمريد نفسيا تمال يقتدي القرار باش تروح تداوي دونك voilà هذه هالا فيديو جسمتكم فاديتكم وتعلو في روحكم على المترجم انشاء الله موسيقى